تستمر عملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يسعد ديمقراطيون للحفاظ على هوامشهم الضيقة في الكونغرس بمجلسيه والجمهوريون للحصول على الغالبية في أحد المجلسين على الأقل دعونا نبدأ من مجلس النواب حيث يتنافس الحزبان على كل المقاعد في مجلس النواب تحدث هنا عن 435 مقعدا حتى الساعة يواصل الجمهوريون تقدمهم للسيطرة على الأغلبية بعدما نجحوا بحصد 207 مقاعد مقابل 184 مقعدا للديمقراطيين يبدو أن الجمهوريين هم الأوفر حظا لانتزاع السيطرة وأن كانت احتمالات تحقيقهم فوزا كاسحا ضئيلة بعض الشيء نذهب الآن إلى مجلس الشيوخ فيبدو المشهد هنا على الشكل التالي نتحدث عن 49 مقعدا للجمهوريين مقابل 48 مقعدا للديمقراطيين وتستمر عمليات الفرز في ولايتين حاصمتين نتحدث هنا عن ولاية نيفادا وولاية أريزونا تم فرز 82% من الأصوات في ولاية نيفادا التي لازلت باللون الرمادي يتقدم المرشح الجمهوري حتى الآن آدم لاكزولت الذي حصل على 50% على منافسته الديمقراطية كاثرين كورتز ماستو التي حصدت 47% من الأصوات من نيفادا إلى ولاية أريزونا حيث تستمر عملية فرز الأصوات ولكن هذه العملية أبطأ من الولايات الأخرى حتى الآن تم فرز 76% من الأصوات فقط وتشير الأرقام الأولية إلى تقدم المرشح الديمقراطي مارك كالي بحصوله على 51% من الأصوات على المرشح الجمهوري بليك ماسترز الذي حصل على 46% من الأصوات أما ولاية جورجيا هنا فيبدو أن سيطرت أي من الحزبين على تمثيلها في مجلس الشيوخ تأجل إلى الشهر المقبل وذلك مع توجه المرشحتين أو المرشحين المتنافسين لجولة إعادة في السادس من ديسمبر لأنه بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات في ولاية جورجيا تقدم الديمقراطي رافايل وورنوك بفارق ضئيل جدا على الجمهوري هرشل واكر نجم كرة القدم السابق الذي أيده الرئيس سابق دونالد ترامب لكن وورنوك لم يصل بعد إلى عطبة 50% إلى ولاية آلاسكا أيضا هنا رغم أنها محصومة للحزب الجمهوري بما أن المرشحتين هناك جمهوريتان تتجه الولاية إلى جولة إعادة بعد فشل أي منهما في الحصول على 50% من الأصوات أيضا إذن تشير النتائج المبكرة إلى أن الديمقراطيين قد يتجنبون هزيمة كان يخشاها البعض ولكن حتى الأغلبية البسيطة للجمهوريين في مجلس النواب ستكون كفيلة بالتأثير على أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن ورائه الديمقراطيين تشير النتائج المبكرة إلى أن الديمقراطيين